ازايكم يا حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير انهاردة ان شاء الله هناخد حرف الباق وحرف الباق من الحروف السهلة جدا وكتبتها سهلة جدا تعالوا كده نبدأ ونشوف مع بعض بيتكتب ازاي الاول بس قولوا ورايا باق باق يلا قولوا باق باق شو الطار طيب نبدأ بقى نكتب حرف الباق بص حرف الباق بيكتب بالطريقة دي ايه دي السطر اللي موجود عندي في الدفتر اكتب ازاي بصوا حفظوا معايا كده انزل تحت امشي عالسطر اطلع فوق نقطة من تحت تاني 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 انزل تحت امشي على السطر اطلع فوق نقطة من تحت ده كده اسمه حرف الباق وبيكتب بالطريقة دي خلاص في ناس بتعمل ايه في ناس بيبقى السطر اهو تمام تمشي مثلا كده على السطر وتروح طلع كده سنة او شرطة صغيرة وكده وتروح عامل نقطة من تحت ماشي هو الحرف الكتب خلاص ويمكن بيسهله شوية على الاطفال بس هيا الفكرة ايه ان احنا عايزين نعلمهم صح هو الحرف لما بيتكتب بيتكتب بالطريقة دي كده بنزل تحت امشي على السطر واطلع فوق نحاول معيالنا نعلمهم الصح تمام؟ كده كده بقى وكده كده بقى والافضل ايه دي اللي هي بنزل تحت زي ما قلنا امشي على السطر واطلع ايه فوق ونقطة من تحت سهله برده يعني نحاول معيالنا تمام؟ وزي ما اتفقنا بلاش موضوع النقط اه ممكن انا وانا بعمل نقط مثلا زي كده واعمل كده العيل يمشي مثلا على النقط تمام بس هي الفكرة اني انا كده ما بخلوش يعتمد على نفسه يعني انا يعتبر انا اللي بكتب الحرف كمعلمة او كأم انا كده انا اللي بكتب الحرف مش هو اللي بيكتبه هو يدوبك بس هيمشي على النقط فنحاول نحاول مرة نمسك ايه ديه مش مشكلة بس مش نمسك ايه ديه احنا اللي نكتب لأ احنا نوريه بيكتب ازاي؟ مرة واثنين وثلاثة تمام؟ وبعد كده امسك ايه مرة او مرتين تمام؟ واقوله ايه يلي اكتب انا همسك ايه دك بس لكن انت اللي هتكتب هو هيكتب ممكن مرة يتلغبط ممكن مرة يعملي الحرف كده نقوله لأ غلط حرفي مبيكتبش كده ماينفعش ينزل الحرف تحت السطر غلط نفضل وراهم لحد ما يكتبوا صح طيب يبقى احنا كده عرفنا ان ده اسمه حرف الباء وعرفنا بيكتب ازاي طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي هناخد صوت حرف الباء صوت حرف الايه الباء فاكرين اول حصة لما قلتلكو ان احنا الصوت الحرف يعني الحرف اسمه باء الاول لما اخدنا حرف الالف قلنا ايه؟ هو اسمه الف لكن بندلعه بنقوله ايه؟ بنقوله اي او برضو حرف الباء ليه دلع زي حرف الالف بالزبط بس بنقوله ايه بقى؟ بنقوله با با بي بي بو بو يلا قوله معايا صوت حرف الباء با بي بو با بي بو با بي بو شطر طيب ندي امثلة با با باب با با باب باب وقلنا ندي اكتر من كلمة با باخرة با 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 باخرة عارفين الباخرة اللي بتمشي في البحر؟ شطر با بحر با بحر شطر ايه كمان بي بي ها اقوله يلا بئر بي بئر بي بنت بي بنت بي بي بطريك بي بتريك بو بورغ بو بورغ بو بندق بو بحيرة بو بحيرة ودي صوتيات حرف البق صوت حرف الإيه؟ البق نقول تاني مع بعض حرف البق لأصوات ايه صوتيات حرف البق؟ البا با يلا قولوا با بي بو وزي ما اتفقنا ان الشرطة لما بتكون فوق الحرف اسمها فتحة اسمها ايه؟ فتحة والشرطة لما بتكون تحت الحرف بتكون قصرة ودي اسمها ضمة اسمها ايه؟ ضمة الصوت با بي بو يبقى احنا اخدنا حرف البق واخدنا ازاي نكتبه؟ واخدنا ايه هي اصوات حرف البق؟ دلوقتي هناخد ايه؟ هناخد شكل حرف البق شكل حرف البق برضو سهلة جدا يعني ايه شكل حرف البق؟ شكل حرف البق في كل كلمة يعني ايه؟ يعني حرف البق شكله في اول الكلمة بيكون عامل ازاي؟ وشكل حرف البق في نص الكلمة بيكون شكله عامل ازاي؟ وحرف البق في اخر الكلمة بيكون عامل ازاي؟ طبعا انتو مطلوب منكو ان انتو تعرفوا بس شكل الحرف في اول الكلمة ونص الكلمة واخر الكلمة خلاص؟ طيب ده دلوقتي يعني مش مطلوب منكم ان انتو تكتبوا الكلمة هو مطلوب منكم ان انتو تكتبوا شكل الحرف شكل الحرف في اول الكلمة ونص الكلمة واخر الكلمة تمام؟ طيب اول الكلمة بيكون الحرف شكله عامل ازاي؟ شكله عامل كده بسوا بننزل تحت ونمشي عالصدر ننزل تحت ونمشي عالصدر خلاص؟ ونروح عاملين نقطة من تحت ده شكل الحرف في اول الكلمة زي كلمة بطة خلاص؟ طيب هنا في نص الكلمة شكل الحرف بيكون عامل ازاي؟ بيكون عامل كده ليه؟ عشان بيكون فيه قبله حروف او حرف على حسب الكلمة وبعد ذي بيكون فيه ايه؟ حرف حرف مثلا يعني مش شرط بيكون حرف واحد بيكون اكثر يعني على حسب الكلمة تمام؟ ده حرف ده شكل حرف الباق في نص الكلمة وده بيكون وضعه في اول الكلمة وفي اخر الكلمة بتكتب باق عادية زي باب بصوا كده مع بعض يبقى ده شكل حرف الباق في اول الكلمة زي كلمة بطة زي كلمة بحر فيه طبعا كلمات كتير وده شكل حرف الباق في نص الكلمة زي حبل ماشي؟ طيب وده شكل حرف الباق في اخر الكلمة زي كلمة باب او طبيب بصوا هنا حبيبي شفنا ايه؟ شفنا حرف الباق كمان في اول الكلمة شايفين؟ اهي في اول الكلمة بتكتب كده بصوا باب باب كتبت في الاول وفي الاخر ده كده شكل حرف الباق في اخر الكلمة وده كانت حساتنا النهاردة ان شاء الله شوفكو في حسة جديدة